اهلا بكم في فيديو جديد من قناة اخوكم عاطف البرودي اهلا بس حابب الاول ابدأ بالاعتذار على التأخير الفترة الماضية نظرا لظروف مرضية اه اه يا معلش اتمنى تسمحوني اندك ان شاء الله اه اوعدكم باذن الله اني اه ما اتأخرش عليكم تاني باذن الله لكن النهاردة على طول عشان بس مضيقش وقتكم هنبدأ في اه كنا اتكلمنا في الجرامر في ناس اشتاكت من اه دقة الفيديو في الجرامر بتاع يونت سري اللي هو اه ان شاء الله لو كان في فرصة باذن الله ربنا سعيدنا نعمل فيديو ده مرة تانية وان شاء الله يكون بشكل افضل ويعجبكم باذن الله اللي مشتركش في القناة اتمنى اشترك في القناة وفعل زر جرس اه واشعارات من الكل وادعمونا بلايك يعني لو اه التشجيع التعليق بتشجعنا لايك بتشجعنا عشان نكمل معكم باذن الله اه خلينا ابدأ على طول عشان بس مضيعش وقتكم اللي هو اه عنوان بتاعنا women in history women in history نساء في التاريخ خلينا اعمل زي ما بعمل معكم كل مرة هنحاول نداري الترجمة كده اه هنبدأ باول حاجة اللي هي argue for argue for argue for بمعنى يدافع عن او يجادل لصالح كلمة argue يناقش او يجادل argue for يدافع عن او يجادل لمصلحة لكن في argue about يجادل بشأن وفي argue with يجادل مع شخص degree معناها شهادة او درجة علمية اللي بعد كده inspector بمعنى مفتش او موجه جاي من فعل inspect inspect يفتش او يوجه inspector مفتش inspection التفتيش او التوجيه personal personal بمعنى شخصي لكن فيه كمان personnel personnel اللي هو شؤون العاملين ناخد بانا منها هنلاقي هنا double n e l personnel هوريها لكم تاني ان شاء الله الفرق بين personal او personnel عشان ما تطلبطوش فيها كمان positive 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 ايجابي وعكسها negative سلبي طيب solo solo بمعنى منفرد يعني to fly solo means to fly on your own لوحدك بمفردك بدون مساعدة حد. on your own. وناخد بالنا في فرق بين on your own او of your own. on your own لوحدك بمفردك بدون حد. لكن of your own بمعنى ملكك او خاص بك زي ما تشايفين انا on your own او on his own بمعنى وحيد او بمفرده. of his own ملكه خاص بي. مسلا he has been living on his own معنى كان عايش. on his own لوحده. for four years. لمدة اربعة سنوات حتى الان. لكن ايه هذا معناها عنده عربية خاصة بي او ملكه. تمام? طيب. اه بعد كده عندنا rule. rule بمعنى يحكم. لكن فيه كمان rule r u l e بمعنى قاعدة. rule قاعدة او يحكم. بعد كده عندنا appreciate. 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 appreciate يقدر. appreciation تقدير. appreciative مقدر. appreciatively بامتنان او بسكر او بتقدير. تاني. appreciate يقدر. appreciation تقدير. appreciative مقدر او ممتن. appreciatively بامتنان. زي ما هنشوف مكتوبين كلهم وهرهم لكم دلوقت حالا. والرابط مذكرة ان شاء الله يكون موجود في اسفل الفيديو. بعد كده عندنا مكافأة او جايزة. لكن في مكافأة نظير عمل. مكافأة منحة مجانية هبا نتيجة التفوق في عمل. لكن يكافأ نظير قيامه بعمل او بمصلحة قضاها مثلا. هساعدك على او هكافأك على مساعدتي وهكذا. ريسبيكتد 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 بمعنى محترم. من ضمن الحاجات اللي بتعملنا مشاكل ريسبيكتد ورسبيكتابل ورسبيكتفل ريسبيكتابل خلينا في ريسبيكتد ريسبيكتد بمعنى يحترم لانجازات واعماله. وناخد بالنا اولاد دايما انت لقى وراها كلمتين مثلا. ريسبيكتد ساينتست. ريسبيكتد سيرجين. ريسبيكتد انجينير وهكذا. يبقى بعديها وطبيعة العمل بتاعه. فهو يحترم للعمل ده. لانجازاته في المجال ده. ريسبيكتابل ده شخص بيتصرف بشكل مقبول اجتماعيا واخلاقيا. بنسميه محترم اخلاقيات وحلوة. ريسبيكتفل ودايما تويرد او او ريسبيكتفل. تويرد او او معناها يحترم الاخرين او يظهر احترام للاخرين. يبدى احترام للاخرين. ريسبيكتفل. طيب فيه تعبير برضو حلو اسمه كعلامة على احترام. خلينا نشوف. طبعا هنا الكلام في نوع الوظيفة يحظى بالاحترام والاعجاب بسبب عامل او انجازاته. ريسبيكتفل محترم يتصرف بشكل زي ما قلت مقبول اجتماعيا واخلاقيا. ريسبيكتفل تو او تويردز او وز او او كزا. يظهر احترام او اه يظهر احترام لي او اتجاه او مع شخص معين. مسلا دكتور ماكدي عقوب is a ريسبيكتد هارت سيرجون. يعني جراح قلب محترم لانجازاته اعماله. دي شابة محترمة من عائلة طيبة. يجب ان نكون محترمين نظهر احترام. نحية مين او اتجاه مين? اللي هم كبار السن. طيب نشوف بعد كده اه سولو فلايت. قلنا سولو بمعنى منفرد طب فلايت رحلة جوية. يبقى سولو فلايت رحلة طيران منفردة او رحلة طيران فردية. فلاي سولو. يطير بمفرده. فلاي سولو. فلاينج سكول مدرسة للطيران. يبقى فلاينج معنى ايه? معنى هالطيران تسوي افياشن. 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 فلاي ابلين مش يطير طيارة لكن يقود طائرة. فلاي ابلين. بيرسوناليتي. ناخد بلنا من بيرسون شخص. اه اللي هي دي؟ شخصيا. بيرسوناليتي الشخصية. بيرسوناليتي الشخصية. غير شخصية واهمية شخصية في فيلم او في مصرحية او في كتاب. لكن بيرسوناليتي ده شخصية طبيعة الشخصية. بيرسونالي شخصيا. وناخد بلنا عنا ممكن نشتغل بالظروف دي في بداية الجملة. لما اقول بيرسونالي. اعتبر انجليز ده شخص. ده اسف مادة مهمة وممتعة وشيقة. بيرسونالي اي شود ام او شخصيا اي تينك اي شود اه شود اه شخصيا انا بمفروضها اصحى بدل كده يا. يبقى بيرسونالي بدي رأيي شخصيا بعتقد كذا شخصيا بقول كذا. هننسى اخدين بمعنى ايجابي بشكل ايجابي او بطريقة ايجابي. رول اللي قلت لكم عليها من شوية. احنا خدنا رول بالو بمعنى دور. لكن رول باليو يحكم او قاعدة. ستاندرد. مستوى. وخدنا قبل كده او مرت علينا التعبير اللي او مرت علينا التعبير اللي هو مستوى المعيشة. يرفع مستوى المعيشة. طيب بريف بمعنى شجاعة. طيب بريفري الشجاعة نفسها. وبريفلي بشجاعة. يعني واجههم بريفلي بشجاعة. يبقى بريفري الشجاعة بريف بس شجاع بريفلي بشجاعة. ادماير ادماير. اه سامى واحد بيقول يعجب. لا يعجب بي. عشان ما بتاخدش حرف جر. فلما ترجم ما ترجمش ترجمة نقصة. ادماير بمعنى يعجب. بس مش يعجب بس. لا يعجب بي. عشان ما اقولش مسلا انا اعجب بمحمد صلاح. اقول اي ادماير ويز. لا طبعا اي ادماير محمد صلاح اعطول. تمام? ادميريشن الاعجاب. ادميريشن اعجاب. انسبيكت. انسبيكت قلنا يفتش. وانسبيكتور مفتش. انسبيكشن التفتيش الكلام ده قلناه من شوية. تمام? ام. لايك ديس. لايك ديس. ما كهذا او مثل هذا او بهذه الطريقة. اوبي. اوبي يطيع. عكسها ديس اوبي يعصي. سوشيال ويركر. سوشيال اجتماعي. ويركر عامل. طب يعني عامل اجتماعي? لا. بنترجمها اخصاء اجتماعي. يبقى سوشيال ويركر اخصائي اجتماعي. وسوشيال ويرك العامل الاجتماعي. وسوشيال نتوركينج سايتس مواقع التواصل الاجتماعي. طب ايه الفرج بين سوشيال وسوشيابل. سوشيال اجتماعي هتعلق بالمجتمع. لكن ده اجتماعي بوصف شخص يعرف يتعامل مع الناس كويس. تحطه في اي مكان يعمل صداقات. ده اسمه ايه? سوشيابل بيرسون. شخص ايه? اجتماعي. ومنز رايتس. حقوق المرأة. وناخد الابوصرف بعد قبل الاس. لان الاسم هنا جمع. تمام? لكن لو اسم جمع منته باس بحط الابوصرف بعد الاس. ومنز رايتس حقوق المرأة. ارب ويرلد. ارب ويرلد. معروفة العالم العربي. alternative 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 بديل alternative بديل. لا عايز اقول مصادر بديلة. يبقى alternative sources. alternative sources. مصادر بديلة. عايز اقول مصادر بديلة للطاقة. alternative sources of energy. alternative sources of energy. ابرشيات. حالا قلنا ابرشيات يقدر. ممتن او مقدر. بامتنان. امتنان او تقدير. تعالوا نشوفوهم مع بعض. تاني تاني تاني. اهو. نرجع تاني زي ما كنا. ونشوف الكلمات دي مع بعض. وهي بالترجمة بتاعتها. كنا يوجد صالح او يدافع عن. شهادة او درجة علمية. انسبكتر. يلا نحفظه مع بعض. انسبكتر مفاتش. شخصي. ايجابي. منفرد. او عمل منفرد. رول دور. ابرشيات يقدر. او يمنح او مكافأة. او جائزة. طيب. محترم مهنيا متميز في عمله. السولو فلايت رحل الطيران منفردة. فلاي سولو يسافر واحد يسافر منفردا. طيب. ام. فلايينج سخول مدرسة للطيران. يبقى. فلايينج الطيران تسوي افياشن. فلاي ابلين يقود طائرة. شخصية. شخصيا. شخصيا. ايجابيا او بصورة ايجابية. رول. يحكم او قاعدة. مستوى. السجاعة. يعجب بيه. الاعجاب. انسبكتر. انسبكتر مفاتش. انسبكتر مفاتش. التفتيش نفسه. مثل هذا او كهذا. او هكذا. او بهذه الطريق. وبايه يطيع. قلنا اخصى اجتماعي. ومنز حقوق المرأة. العالم العربي. بديل. مقدر او ممتن. بامتنان. تقدير او امتنان. تعالوا نشوف المجموعة التانية. انا مش بقول احفظ بالطريقة دي على فكرة. لكن ده مقدمة بس سريع عشان اه المفروض انك انت عشان تحفظ الكلمات. تحفظهم ازاي? بطريقة الليسنينج والريدنج. مفيش طريقة تانية. عشان احفظ الكلمات. لازم ادرس وافصص درس الليسنينج والريدنج. ده اهم شيء في الموضوع. عشان بس ايه ما حدش يقول لي ان احنا بنحفظهم بالطريقة دي. لأ. عشان اشوف الكلمة في السياق معناها. في بتاعها. ما تحفظ ليش كلمات منفصلة. لأ انا عارف ان انتو الكلام ده معد عليكم. عشان كده بجوله بسرعة عشان بس وقت الفيديو ما يطولش عليكم. تمام? لكن ان شاء الله هنشوف دلوقتي يمكن بنلحق النهاردة نناقش الليسنينج والريدنج. يا رب لو ملحقناش ممكن نعملوه في حلقة تانية اه مع بعض. تمام? بعد كده عندنا بمعنى مبهر او مثير للاعجاب. وعندنا اولا هتخلي بالكم اخير هاي وين? انطباع. يبقى يؤثر. مؤثر او مبهر او مبهر او مبهر للاعجاب. انطباع. قلناها رحلة جوية. او اللي هي رخصة. ولو بيجت بالس يعني دي اس هتبقى يرخص او يعطي رخصة. نيرسنج. طيب نيرسنج اللي هو التمريد. ونيرسنج سطاف هيئة التمريد. ونيرسنج سكول مدراسة للتمريد. تمام? بي بمصرفة. ام از ار وزوير. بي انت شارج اوف. انت شارج مسئول. انت شارج اوف مسئول عن. بي انت شارج اوف مسئول مسئول عن. سوتابل. سوتابل. ودائما تاخد حفظ جارة فور. سوتابل فور مناسب او ملائم لي. يوظف او يعين. كارير. كارير. مهنة الحياة العملية لشخص. مسلا اي سبنت مصف ماي كارير ان كايرو. معناها قضاية معظم حياتي المهنية في القيارة. لكن جوب دي وظيفة ودي اسم يعد. ممكن اجمعها. اقول جوب سعادي. اسم لا يعد. الشغل العمل. ودي اسم لا يعد. تمام? مهنة تحتاج لمهارة وتدريب زي مهنة التدريس. مدير. وتيجي معنا مخرج. يبقى مدير او مخرج. الحكومة. بالاسة يعطي رخصة او يرخص. تمام? قلنا اجتماعي. وصوصياتي المجتمع. لكن صوشيابل اجتماعي الاشخاص زي ما قلت من شوية. افكت. افكت تأثير. وافكت يؤثر على. وافكت تساوي هاف او هاز ار افكت اون. له تأثير على. افكتف فعال او مؤثر. افكتفنس فاعلية. يبقى افكت تأثير. افكتف فعال او مؤثر. افكتفنس فاعلية. كواليفيكيشنز. كواليفيكيشنز مؤهلات. لكن صفات او خصائص او سمات. فيزيكال فيتنس. فيزيكال فيتنس اللياقة البدنية. طيب. كلمة بمعنى يصمم او يعقد العزم على الفعل الشيء. طيب عزيمة او عزم او تصميم. طيب لما اوصف واحد اقول عليه is determined. مصمم عاقد العزم. assist. assist وساعد تسوي help. منها assistant مساعد وassistance المساعدة. طيب. research assistant مساعد باحث او باحث مساعد. wounded soldiers. wounded بمعنى جريح او مصاب بس مصاب في الحرب. لكن injured مصاب في حادث. تمام? يبقى wounded و injured الفرج بينهم واضح. wounded ده مصاب او جريح في الحرب. لكن injured مصاب في حادث. ده مصاب بسلاح لكن ده مصاب في حادث. wounded soldiers جنود جرحة. طب nurse ممرض او ممرضة او كفعل اولاد بمعنى يقوم برعاية شخص او يقوم بعملية التمريض لشخص او يمرض او تمرض. nursing stuff هي التمريض. school of nursing. school of nursing او nursing school. مدرسة للتمريض. found. من ضمن الافعال الغريبة. find يجد found found. تمام? لكن ده ملوش دعوة بالموضوع. ده found. ده فعل مصدر. ويتصرف founded founded. طب founded بمعنى ايه? يؤسس عشان ملوش دعوة بيجد. فلو سألتك found ماضي ولا مضارع? او ماضي ولا مصدر? ما ينفعش تقول لي ماضي ولا مصدر. ليه? هتقول لي ده ماضي من الفعل find بمعنى يجد. وهتقول لي ده المضارع او المصدر بتاع فعل بمعنى يؤسس. يبقى found هنا بمعنى ايه? يؤسس وتتصرف founded. founded. foundation مؤسسة. تمام. religious matters. religious ديني. وماترز شؤون. يبقى انطباع. تعالوا نشوفوهم كده مع بعض. اهم. كلهم كده مع بعضيهم. اهو. هندي فرصة دقيقة. معايا. اهم. تمام? كده شايف? تمام? دول بالنسبة لآآ كلمات بتاعة يونيت سري. تعالوا طب نشوفهم من خلال listening و reading. ناخد بنا بس من كلمات دول معلش دول كلمات مهمة. عندنا مثلا كلمة break a record. break يكسر و record سجل. ايه يكسر سجل لا. معناها يحطم الرقم القياسي. طب miss a record معناها يضيع رقم قياسي او يفصل في تحقيق رقم قياسي. a positive attitude. positive ايجابي. 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 يبقى positive attitude موقف ايجابي. طيب. constructive dialogue. constructive dialogue. حوار بناء. يبقى constructive بناء. وعكسها destructive. هدام. constructive destructive. عكسها. تمام? strength of character. strength of character. قوة الشخصية. self-sufficiency. self-sufficiency الاكتفاء الزاتي. obey the rules. احنا خدنا rules قواعد او قوانين. طب obey يطيع يبقى يطيع القواعد او يطيع القوانين. nursing home. مش دار التمريض لكن بنسميها دار المسنين او دار لرعاية المسنين. a vital rule. دور حيوي او دور اساسي. under a pen name. لما اقول مسلا دكتور عبدالرحمن روت under a pen name. كتبت تحت اسم او باسم المستعار اللي هو بنت الشاطئ. تعالوا نشوفوا مع بعض. listening. وده اه بنصح بيه دايما عشان تحفظ الكلمات بسهولة وتقدر تريعها مسترجعا بكل بساطة من خلال listening. بسرعة كده معايا عشان بس ما اطولش عليكم. اول حاجة هنا ده حوار او بيتكلم بيقول دكتور عبدالرحمن. who is known as. التعبير is known as معروفة ك. is known as بنت الشاطئ. والمعروفة باسم بنت الشاطئ. is one of. ودايما بيكرر one of. وبعدها اسم مفرد ولا جامح. اهو. ايجيبسيان. اه. the most famous ايجيبسيان بيبول. اسمه جامح. يبقى one of the most famous ايجيبسيان بيبول. واحد او واحدة من اشهر الناس او من اشهر الشخصيات المصرية. in ايجيبسيان and arab culture. في الثقافة المصرية والعربية. as well as. as well as. تسوي in addition to. تسوي besides. ودايما جراها الفعل مضافة لانجيبسيان. بالاضافة الى وعلى وعلى. as well as writing books on. بالاضافة لكتابة. كتب. on society and culture. عن المجتمع. والثقافة. وناخد بالنا. write books on. يكتب كتب عن. society and culture. she also wrote poems. كتبت. poems. قصائد. and for 50 years. على مدى خمسون عاما. wrote for. وخدنا قبل كده في unit 1. write for. يكتب لي. write wrote for the newspaper الاهرام. during her life. احنا عارفين during وراها noun. during her life. اثناء حياتها. she helped to improve. سعدت في تحسين. اه? women's position. مكانة المرأة. يبقى women's position. مكانة المرأة in Egyptian society. في المجتمع المصري. دكتور ايشا was born in 1913. her father was an important man. والدة كان ايه? شخصية مهم. an important sheikh. شيخ مهم. and dr. ايشا used to go with him. two meetings. ناخد بالنا. اعتادت على الذهاب معه two meetings. الاجتماعات. او لقاءات. at which. ناخد بالنا. at which. التي فيها. at the meetings. يعني. she learned to read and write. تعلمت القراءة والكتابة. at a time when. ناخد بالنا في فرق بين in time و on time و at a time. in time في المعاد المناسب قبل الموعد المحدد بقليل. in time. طب لو بالزبط في المعاد يبقى on time. طب في وقت ما في الماضي. at a time. at a time. at a time when many girls didn't go to school. في الوقت اللي بنات كتير ما كانتش بتروح المدرسة. Asha's mother encouraged her daughter. شجعت. ناخد بالنا خد نقلب كده. encourage مفعول to المصدر. شجعت بنتها to get a good education. الحصول على تعليم جيد. and as a result. ونتيجة نزالك او كنتيجة. Asha started school at the age of five. at the age of في سن. في عمر. لكن in the age of. ناخد بالنا حاجات المهمة. at the age of في عمر او في سن. لكن in the age of في عصر او في عهد. at the age of five معناها في سن الخامسة. دكتور ايشا was successful at. ناخد بالنا succeed in. لكن successful at. successful at school. and went to كايرو يونيورسيتي. راحت جامعة القاهرة. where. عيدة على جامعة القاهرة طبعا زي ما خدنا في ضمان الوسط. where she studied arabic language and culture. حيث درست اللغة العربية والادب العربي. she was awarded her degree. منحت. she was awarded her degree. منحت. الدرجة العمية بتاعتها. in 1939. and then joined the university staff. التحقت به هيئة التدريس بالجامعة. وناخد بالنا stuff بالايه؟ هيئة التدريس. لكن بليو يحشو او يحلط. هنشوفهم دلوقتي. as a research assistant. يبقى التحقت به هيئة التدريس بالجامعة. كمساعد باحث او استاذ مساعد. in 1942. she was employed. عينت. as a government inspector. خدنا inspect. يفتش. inspector. زي ما قلنا مفتش. government inspector. مفتش حكومي. for the teaching of arabic literature. لتدريس الادب العربي. using the name بنت الشاطئ. using يعني من خلال استخدام. by using. throw using. the name بنت الشاطئ. ده قلنا البنين بتاعها. الاسم المستعار. الاسم القلمي. اللي كانت بتكتب تحته. using the name بنت الشاطئ. دكتور ايشا روت مني بوكس. يبقى باستخدام الاسم ده. she wrote مني بوكس and articles. كتبت عدة كتب ومقالات. in which. التي فيها في المقالات دي. في الكتب دي. in which. عشان معظمنا بيطلق بطئ. امتا استخدم حرف الجار? مع which. طب استخدم عني حرف جار. حسب الجملة اللي قدامك حبيب. مثلا عندك ايه. دكتور ايشا روت مني بوكس and articles in which. in which هنا. عايز اقول in these books. in these articles. عايز ايب جاين which. she argued for. دافعت عن او جادلت من اجل او لصالح. دور اكثر ايجابية. for women. للنساء. in the modern world. في العالم الحديث. دكتور ايشا was a respected teacher. وخدنا علقنا على respected and respectable and respectful. respected teacher معلمة محترمة and taught at many universities. درست في عدة جامعات across the arab world with her husband. مع زوجها بروفيسور امين الخولي. دكتور ايشا spent holidays. علقنا كثير على spend. وبعدها توقيت وبعدها فعل مضافة الانجي. يبس spent holidays. visiting في زيارة arabian museums. universities and libraries. تمام. دكتور ايشا died in 1998. at the age of. في سن 85. الخامسة والثمانون. هير ويرك عملها which had taken up. ناخد بالنا take up بمعنى يشغل. take up مع مع الشغل. take up a job يشغل وظيفة. take up time يشغل وقت. take up space يشغل حيز من الفراغ. يبقى take up يشغل. بس حسب اللي بعديها. طب take up a job قلنا يشغل وظيفة. take up time يشغل وقت. take up space يشغل حيز من الفراغ. يبقى which had taken up. عملها اللي شغل. much of her personal life. كثير من حياتها الشخصية. وعلقنا على وبرسونال شخصي. وبرسونال شؤون العاملين. ناخد بالنا اهو. شوفوا كده. هادي اهي. وبرسونال شؤون العاملين. زي ما علقنا على بالايه? هيتعاملين. يا حشو او يوحان. بتتلغبطه برضو بين فزيع. احيانا بتستخدم فزيع بمعنى يعني اه لما حد يسألك عن ايه رأيك مسلا في فلان ده. لا ده مدرس فزيع. فزيع انت تقصد حد كويس. لكن انت كده بتشتبه. فزيع هنا بمعنى فما تقولش عليه. لا ممكن تستخدم رائع. تمام? افكت وافكت. بالايه? يؤثر على افكت افكت اسف تأثير. نيرسينج ونيرساري. خد بالك. نيرسينج التمريد والنيرساري الحضانة. طيب. برضو علقت على فايند. قلت فايند يجد. تتصرف فاوند فاوند. طب فاوند. احنا قلنا يؤسس فاوند فاوند. قلنا اتكلمنا في بيرسونال وبيرسونال. اخد بالك منهم. بيشوف الاختياري. بوزيشن ورانج. بوزيشن مكانة او وضع او منصب لكن رانج. ده رطبة في الجيش. رطبة. بيحصل عليها اه ضابط نسرا او كده. اه جاين يلتحق بيه او ينضميه لا يصبح جزء مين لكن انتر يدخل لمكان او يدخل مسابجة او واحد كسه. ليسونس رخصة لمزولة شيء دائم لكن برميد ده تصريح في شكل ايه? مؤقت. تعالوا نشوفوا باجي. اه لسنينج. احنا قلنا عفون. عفون. is still appreciated today. لازال يقدر حتى اليوم. خدنا يقدر. ممتن او مقدر. تقدير. تمام? عالوا نشوفوا كمان شخصية تانية بمناسبة اني اليوم نديم بتتكلم عن women in history نساء في التاريخ. هنشوف شخصية تانية من ضمن النساء المهمة في التاريخ اللي هي فلورينس نايتنجيل. فلورينس نايتنجيل was born in eighteen twenty into a wealthy family. ناخد بالنا was born into a wealthy family معناها ولدت في عائلة ثرية. was born into a rich family. او a wealthy family. in Italy. but grow up. ناشيت. كبرت. ترع رعت. and went to school in England. when she was seventeen. ايلا حصل لما كان عندها سبعتاشر سنة. she decided that she wanted to be a nurse. قررت انها تريد ان تصبح ممرضة. وناخد بالنا. decide to. decide on. decide that. decide to وراها infinitive. مصدر. he decided to leave. مثلا. decided on. يحدد او يختار. I decided on my goal when I was in the first year secondary. معناها حددت هدف لما كنت في اول سنة. besides that وراها جملة كاملة. she decided that she wanted to be a nurse. قررت انها تريد ان تصبح ممرضة. رضا. although her family did not think that this was a suitable job for their young daughter. او صرتها طبعا اه رفضوا حكاية دي. قالوا دي وظيفة غير مناسبة. for their young daughter. however Florence work in a London hospital was so effective. كان فعال ذات. وناخد بالنا. سوء ذات. هناخدها ان شاء الله في يونيت 5. سوء افكتف ذات. فعال جدا لدرجة اني the British government. الحكومة البريطانية. asked her to be in charge of the nursing of wanted soldiers. واخدنا wanted soldiers. جنود جرحة. طلبت منها تكون مسؤولة عن الجنود الجرحة. abroad في الخارج. after working in Europe. بعد العمل في أوروبا اللي حصل. she returned to England. عادت الى انجلترا. and opened the nightingale school of nursing. افتتحت مدرسة nightingale للتمريض in London. وبعدها بيستخدم تعبير لذي. the first school of this kind. التعبير the first of this kind الاولى من نوعها. اول مدرسة من هذا النوع. the first school of this kind. كمان تعالوا نشوفوا اللطفية النادي. ودي من الطائرات المشهورات في التاريخ المصري. in 1932. لطفية النادي was the first and only. خلي بالك. the first and only women to join. اول امرأة والوحيدة. to join. a new school for pilots. مدرسة جديدة للطيارين. at المازة ايربورت. في مطار المازة. her parents didn't want her to be a pilot. her parents والديها didn't want her to be a pilot. so النادي worked as a secretary. اشتغلت السكرتيرة at the airport to pay for. عشان ايه? pay for. يدفع ثمن. عشان تدفع ثمن ايه? here lessons the rules. الطيران. when she was only 26. النادي became the first woman. اصبحت the first woman. اول اول امرأة. in Egypt. to have a pilot's license. تحصل على رخصة طيار. in December 1933. she became famous. اصبحت مشهورة. when she flew solo. قلنا solo منفرد. طارت بشكل منفرد. او صفرت بشكل منفرد. او رقب الطيار بشكل منفرد. او قادة الطائرة بشكل منفرد. in an international race. في صباق دولي. which went from Cairo to Alexandria. كان يتجه من القاهرة الى الاسكندرية. she was only the second woman. كانت ثاني امرأة ever to fly like this. تطير بهذه الطريقة او هكذا. طيب هنا بيقول she was only the second woman. كانت ثاني امرأة ever to fly like this. تطير بهذا الشكل او بهذه الطريقة. طب مين اول امرأة? واحدة مشهورة في التاريخ في البريطاني. اسمها ايمي جونسون. بالمناسبة. كانت في المنهج الجديم. ايمي جونسون دي ام دي شركت في الحرب العالمية. وهي قتلت في الحرب وكانت قادر لسلاح الطيران. ودي ام سافرت حوالي اربعتاشر يوم منفردة في طائرة الوحديها. تمام? عشان كده جال النادي was the second woman. تاني امرأة طب مين الاولى ايمي جونسون. النادي who had to stop flying. كان عليها ان تتوقف عن طائرة after an accident بعد حادث. died in 2002. aged. بيركز في المنهج ده مش عارف ليه على ايج ده عجبه خالص التعبير ايج ده عن عمر يناهز او بالغ من العمر 94. يبقى عن عمري نناهز او بالغ من العمر 94. however. her achievements انجازاتها انكارج اضر ويمين تو هاو اكارير ان فلاين شجعت النساء الاخريات ان يحصلن على مهنة او يمتهن مهنة الطيران. for example in 1944 اللي حصل ليندا مسعود became the first woman teacher. اول مدرسة امرأة at the flying school في مدرسة الطيران. and عزيزة محرم later became a director there. عزيزة محرم اصبحت المديرة هناك بعد سالك. خلاص. علقنا على ال language notes دول. هسيبلكم ان شاء الله رابط الجزء ده في الوصف. اه اتمنى ان شاء الله لو في اي تعليق او اي حاجة معاكم تشاركونا بيها في التعليقات. كمان ادعمونا بلايك وشير عشان تعم الفائدة. اه اتمنى لكم الخير ان شاء الله. واي حاجة انا تحتمركم في اي حاجة. السلام عليكم.